اعتقلت سلطات الاحتلال عددا من الشبان الفلسطينيين بسبب نشرهم تسجيلات مصورة تظهر سقوط الصواريخ بشكل مباشر على المستوطنات الصيونية اعتقال الشبان الفلسطينيين يأتي في اطار سعي السلطات الصيونية للتعتيم على خسائرها المادية والبشرية الناتجة عن صواريخ المقاومة في اطار سياستها المتواصلة للتعتيم الاعلامي والتكتم على خسائرها نتيجة صواريخ المقاومة اعتقلت السلطات الصيونية الشاب المغدسي امين صيام الذي قام بتصوير قصف المقاومة على منطقة اسدود يوم امس وجاء اعتقال صيام بعد نشره فيديو اظهر بشكل واضح اصابة صاروخ تابع للمقاومة الفلسطينية وبشكل مباشر منزلا في منطقة سكنية في مستوطنة اسدود القريبة من قطاع غزة وهي المنطقة التي شهدت صغوط الكثير من صواريخ المقاومة عليها وتسببت بوقوع اصابات عديدة بالاضافة الى الخسائر المادية الكبيرة حملة الاعتقالات التي من المرجح ان تشمل ناشطين اخرين يسعى من خلالها الاحتلال الى التعتيم على خسائره وحصر بث ونشر وتوزيع المعلومات والصور بالرقابة العسكرية الصهيونية بهدف رفع ثقة المستوطنين المنهارة بتطمينات المسؤولين الصهائنة وقبتهم الحديدية التي وصلت الى حد الصفر تغريبا حتى ان مسؤولا في بلدية تل ابيب صرح بشكل مباشر للمستوطنين الهاربين مع سماعهم صفارات الانذار لا تثقوا في القبة الحديدية انبطحوا على الارض واختبئوا في الملاجئ وكانت السلطات الصهيوني قد منعت تصوير المواقع التي يتم استهدافها من قبل صواريخ المقاومة لسببين اولهما ان لا تتمكن فصائل المقاومة من الاستفادة من هذه المعلومات واصابة اهداف اخرى بدقة اكثر وثانيهما بسبب حالات الاحباط والخوف والهلع التي تصيب المستوطنين الصهائنة والتي وصل بعضها الى حد الانهيارات العصبية فيما اكدت وسائل اعلام صهيونية ان احدى المستوطنات توفيت بالسكتة القلبية بعد حالة الهلع التي اصابتها نتيجة سماعها صفارات الانذار اشتركوا في القناة